حكينا قبل على الاناليسز لتحليل الدوائر الوجيك سيركيتس الكمبينيشنال لوجيك سيركيتس هلأ بدنا نحكي على الديزاين بروسيجر طرق التصميم تصميم دائرة او لوجيك كومبينيشنال سيركيت اول اشي بحكي لنا ايش خطوات عملية التصميم طبعا النقطة الاولى انه determine the number of inputs and outputs اي اي لوجيك سيركيت اي كومبينيشنال لوجيك سيركيتس لازم اعرف ايش هي الانبوتس اللي داخلي عليها ايش هي الاوتبوتس بنعمل بلوك دياجرام بلوك دياجرام يعني بحط مربع بشوف ايش الانبوتس اللي داخلي عليه وايش الاوتبوتس بحكي لنا انه هاي الطريقة قريبة للبروتوتيب في البروغرامنج في عملية البرمجة تحددوا انتوا ايش الانبوتس وايش الاوتبوتس بعدين بلشوا تشوفوا ايش الفونكشنز اللي بدها تكون في جوا هاي العملية تاني شغلة انه نعمل true stable نعمل true stable من true stable نعمل simplification عادة نعمل عن طريق الكارنو ماب بعدها بعد ما نحلل نعمل التبسيط عن طريق الكارنو ماب بدنا نرسم السيركت عن طريق الجيتس اللي تعلمناهم في عنا مثال لعملية الديزاين اسمه الكود كونفيرجن كود كونفيرجن يعني تحويل من كود للتاني الكود اللي احنا تعلمناهم في الشابتر وان اعطيتكم انا البي سي دي كود البي سي دي كود قولنا بايناري كودد ديسمال يعني من بايناري لديسمال بس ايش كانت العملية اذا بتتذكروا ارجعوا للبي سي دي بي سي دي في الشابتر وان اللي حكينا عنه انه هو عبارة عن الارقام من صفر لتسعة بعبر عنهم باربع خانات اربع بيتس من صفر لتسعة البي سي دي كود بعبر عنه من صفر لتسعة بعبر عنه بالبايناري يعني الصفر دا تكون اربع صفر التنين دا تكون صفر صفر واحد صفر مثلا التمانية دا تكون واحد صفر 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 التسعة واحد صفر صفر واحد هاي هي البي سي دي كود البي سي دي كود الاكسس 3 كود اكسس 3 هو عبارة عن كود بدل يعني رقم صفر رقم صفر بعبر عنه في الاكسس 3 بتلاتة يعني بزيد تلاتة على اي رقم موجود اي رقم موجود في هذا الكود بزيد عليه تلاتة يعني الرقم صفر في الاكسس 3 كود هو تلاتة الرقم 4 شو بدي يصير بدي أزيد 1 أسفة 4 زائد 3 بيصير 7 هيك بي نكمل في الأكسس 3 أي رقم بزيد عليه 3 هذا هو الأكسس 3 كود هلأ كيف أنا بكون عندي PCD كود بدي أحوله لأكسس 3 كود نشوف في عندي هون عاملنا التروث تابل للإنبوت اللي هو PCD من 0 لتسعة بالبايناري أربع خانات الصفر عبرنا عنها بأربع أصفار الواحد 001 وإلى رقم تسعة اللي هو 1001 حكينا عن البي سي دي قبل هيك الأكسس 3 كود الأكسس 3 كود الصفر صارت 3 الرقم اللي بعده اللي هو رح يجي واحد صارت أربعة زي ما إنتنا شايفين السطر الثاني في الأكسس 3 كود هو رقم أربعة بعده السطر الثالث هو عبارة اللي مفروض يكون تنين تنين زي الثلاثة خمسة فإحنا عبرنا عنه في البايناري برقم خمسة السطر الثالث 0 1 0 1 في الأكسس 3 كود بحكي طبعا في الأكسس 3 كود منكمل هيك للرقم 9 رقم 9 منزيدله 3 بطلع عندي بالبايناري إيش 1 1 0 إذن عارفين إنه إحنا الانبوت يكون عندي مكون من أربع مدخلات اللي هي A B C D عملناها بشكل True Stable إيش كل عمود رح يكون تحته عمود A عمود B عمود C عمود D والأوتبوت هو عبر عن أكسس 3 كود برضه عبرنا عنه بأعمدة W X Y Z شو صفة عندي هلأ عندي أربع مدخلات وأربعة أوتبوت الأربعة إنبوت هي A B C D والأربعة أوتبوت هي W X Y Z طيب عندي True Stable فبدي أعمل Carnomab لهذا التروث تابل اللي موجود عندي عندي بدي أوجد قيمة كل واحد فيهم هون بلشين مثلا عندي المربع الأول عملها للأوتبوت زد للأوتبوت زد هلأ عندي هون فيه نقطة بس لازم أحكي عليها قبل إنه ABCD اللي هي الإنبوت عندي أربعة إنبوت قديش على دي الأوبشنز لازم تكون عندي عدد الأوبشنز لازم يكون 16 طب أنا عندي هون قديش موجود موجود بس 9 طب الباقي باقي 16 option اللي موجودين عندي بقولنا هون ما إنه إحنا بنعتمد في الPCD code بنعتمد إنه بس بدي أخذ من 0 لتسعة أو هو الPCD code أصلا بتعامل مع الأرقام مع الDigits من 0 لتسعة فباقي الOptions بدي أعتبرها don't care باقي الOptions هنعتبرها don't care يعني بعد التسعة إيش رح يجي عندي رح يجي عندي رقم 10 رقم 10 في الInputs أنا بحكي على ABCD يجي عندي رقم 10 اللي هو في الBinary بدي يكون 1 0 1 0 إيش الOutput مقابلة إله في عمود الOutput إيش بدي أحط عند الX والW والZ بدي أحط don't care بدي أحط X بدي أعبي X هذا أنا بحكي على truth table فإذن أنا عندي في الكارنوماب بدي أجي هلا للكارنوماب الأولى اللي هي بتعبر عن Z أنا عندي أربع مدخلات ABCD كارنوماب عادية بنرسم كارنوماب عادية 16 مربع 16 مربع عندي بدي أعبي من terms المنترمز اللي عندي في الزد بقولنا إنه M0 المنترم رقم 0 فيه واحد المنترم رقم 2 فيه واحد المنترم رقم 4 فيه واحد وهيك بنعبيهم للأخير دائما المنترمز اللي هم من 11 منترم 10 11 12 13 14 15 15 هي من 0 9 ف لسه عندي options أنا لسه عندي خيارات تانية ما كملناش للرقم 16 أو اللي هو فعليا 15 يعني 1 1 1 1 فهاي الانبوتز بدي أعبيها don't care أنا مش سائلة فيها أو أنا مش مهتمة إيش رتكون القيمة بالظبط لكن هون دقع بيها don't care نرجع للكارنوماب الموجود عندي الكارنوماب الموجود عندي اللي هو المكرنوماب الأول حكينا للz عبيت المنترمز زي ما هي موجودة عندي كأنه function هو z function وعبيته من l4 inputs والz اللي موجود عندي إيش هو وين فيه واحد حطيت واحد وحكينا عن don't care نحل التحليل عادي زي ما تعلمنا زي ما إحنا شايفين عندي في عندي هون مع don't care بصير عندي 8 مربعات مع بعض 8 مربعات مع بعض هدولا 8 مربعات إيش الثابت فيهم اللي ما بتغير في ABCD اللي قدرت أعبر عنها ABD بار نيجي لل Y اللي هو الكارنوماب اللي جنبها كارنوماب عادية فيها كل ال options نتطلع على Y ونعبي من terms عادية جو هاي الكارنوماب ال Y كانت عندي من term 0 كانت تساوي 1 من term 3 من term برضو 4 و7 و8 بعدها زي ما حكيت اللي موجودة ثابت في هاي الكارنوماب في 10 11 12 13 14 15 بحلل عادي هلا بحلل بتطلع مع اللي صفة عندي العمود الاول ايش الثابت اللي عندي ما تغير CD العمود اللي بعده اللي هو اجت عندي C بار وD بار اذا Y هي عبارة عن function من CD وCD or function ل C بار D بار هون بالنسبة في الكارنوماب لل X هم حطين هون في شغلة غلط اللي هي M6 حطين فيها 1 طبعا M6 ما فيها 1 فيها 0 ف بنكمل هون في الحل اللي بصير عندي M4 بدي أعملها مع Don't care اللي تحتها بعملها كأنهم double ones فبتطلع عندي كيف أعبر عن M4 مع M12 أعبر عنها ب B C bar D bar هذا بالنسبة لل X صفت عندي X تساوي B bar C زائد B bar D زائد B C bar D bar نيجي الكارنوماب لل W كارنوماب حكينا من فرغ فيها Don't cares زي ما احنا حكينا عنهم و ones زي ما موجود في عمود W المنتر اللي فيها want اللي كانت M5 M7 M6 و M8 و M9 أخد هون 8 مع بعض استعمل Don't cares أخد 8 8 مربعات مع بعض كانت عندي A عبرنا عنها هاي 8 مربعات بA بعدين كل 4 مربعات مع بعض استعملنا Don't cares هون فكانت عندي B C و زائد B D هلأ هون في هاي التصميم احنا من التروس تابل اللي موجود عندي عملنا كارنو ماب عملنا لها Simplification وطلعنا كل قيمة ل Output ايش بدها تطلع اللي هي Z وال W وال X وال Z Y X W اللي الأربع مخرجات هلأ لسه هون ما خلصنا لسه لازم نرسم رسمة ال gates تبعيه هذا التصميم مثلا عندي Z لتكون Output ل D bar ال Y هي عبارة عن or gate جاي داخل عليها and و and صحيح بعدين تيجي عندي X برضو نفس الاشي X or gate داخل عليها 3 and gates وهيك منكمل بالنسبة لهذا المثال أنا رح أنزل فيديو توضيحي إله بوضح الحل كامل و يريد تنتبهوا عليه وتحضروا هذا الفيديو لهذا المثال هو بس لتوضيح البي سي دي مع الأوتبوت اللي هو العصدي يعني اللي رح يكون يحول لأكسس ثري كود من بي سي دي لأكسس ثري كود بتحضروا هذا الفيديو ورح يكون فرضو يحامل لنا الرسمة في هيك بكون الديزاين اكتمل ويعطيكم العافية